مشاهدين التاسعة صباحاً مع موجز لأهم الأنباء مع أحمد عبدالسومت شكراً لك جمالة التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت تاجرانتش موجز لأهم الأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً بكم قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية فجر اليوم لمقر الكلية الحربية وذلك حسب ما أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أعلنت وزارة الصحة والسكان خروج 1846 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات وذلك بعد تلقيه من رعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 403 967 حالة وفي بيان للوزارة أعلنت تسجيل 1989 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا و51 حالة وفاة أكد نائب رئيس المجلس الرئيسي القائد الأعلى للجيش الليبي عبدالله الليفي أكد دعم المجلس لجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها وذلك لضمان الاستقرار الدائم في كل مناطق ليبيا واستكمال برنامجها لتوحيد المؤسسة العسكرية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الليفي مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 زائد 5 لبحث مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية والخطوات العملية المتخذة لخروج المرتزقة والمقاتلين أجانب من الأراضي الليبية وتوحيد المؤسسة العسكرية أعلن وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أنه ألغى اللقاء الذي كان مقررا بينه وبين نظيره الروسي سيرجي لافروفا في جينيف هذا الأسبوع وذلك بعد اعتراف موسكو بالمنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا وإرسالها قوات لها وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني ديمترو كوليبة قال بلينكين أن الهجوم الروسي لأوكرانيا بادأ بالفعل وأن الرئيس الروسي بلاديميرا بوتين كشف عن هدفه المتمثل بإغضاء أوكرانيا بالكامل مضيفا أن بوتين يخرق بشكل صارخ القوانين والمبادئ التي حافظت على السلام في جميع أنحاء أوروبا والعالم وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش انتقادا شديدا لهجة إلى موسكو مؤكدا أن مبادئ مثاق الأمم المتحدة ليمكن تطبيقها انتقائيا مطالبا روسيا بالالتزام بهذا المثاق بالكامل فيما خاص العلاقات مع أوكرانيا وفي مؤتمر صحفي شدد جوتيريش على أن الدول الأعضاء وافقت على هذا المثاق جميعها ويجب تطبيقه وأضاف الأمين العام أن قرار روسيا الاتحادية لاعتراف بما يسمى باستقلال مناطق معينة من منطقتين دونيتسكا ولوغانيسكا يشكل انتهاكا لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها أعلن الرئيس البلا روسي أليكساندر لوكاشينكو أن بلاده ستطور التعاون العسكري مع روسيا بغض النظر عما قد يفكر فيه الغربة بشأنها وفي تصرحات قال لوكاشينكو إن جيشي البلدين قام بتدريبات مشتركة واسعة النطاق على مدار الستة أشهر الماضية وشدد الرئيس البلا روسي على أنه من حق بلاده السيادية أن تتعلم الدفاع عن نفسها على أرضها في أي وقت وفي أي مكان فاز الأهل على ضيفه مصر المقصة بأربعة أهداف دون رد في الجولة العاشرة من الدور الممتاز وبهذا الفوز رفع الأهل رصيده إلى 22 نقطة في صدارة جدول الترتيب بينما توقف رصيد مصر المقصة عند ثماني نقاط وتظل في المركز الخامس عشر ترجمة نانسي قنقر إلى هنا مشاهدين انتهى موجز التاسعة ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ولكن بعد الفاصلة